حماية المدنيين وتحصين الهوية الوطنية اليمنية والنسيج الاجتماعي من التمزق وإسناد السلطة الشرعية والجيش الوطني في معركة التحرير واستعادة الدولة من براثن الميليشيا الانقلابية الحوثية على أبرز قائمة إنجازات العاصفة الأخوية التاريخية تفرض عاصفة الحزم كموقف تاريخي استحقاقاتها من الاعتراف والإنصاف وخلود الموقف وإنجاز المهمة على مدى سنوات أربع من هبوب العاصفة الإنقاذية تحررت الكثير من المحافظات اليمنية عدن ومأرب وشبوة ولحج وأبيان والجوف وأجزاء واسعة من محافظة الحديدة والساحل الغربي ومحافظة تعز وسعدة أم كان للسلطة الشرعية العودة لأكثر من مرة وممارسة مهامها من داخل العاصمة المؤقتة عدن وعادت الدولة في كثير من مؤسساتها لكنها ما زالت تسير على حقول من الألغام والتراب الرخوة يظل وجود الميليشيا والكثائب المسلحة والأحزمة الأمنية المفخخة بأجندات اغتيال الدولة وتشتيت الموقف التاريخي للتحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية وبعثرة العاصفة النبيلة في مسارب شتى من أخطر التحديات التي يتوجب على التحالف العربي مواجهتها بقوة وحزمة قوة الحزم وسرعة وكمال الحزم العسكري هو ما يجب على العاصفة إنجازه في ذكراها الرابعة ما لم فسيظل عدم استثمام الموقف التاريخي والنقصان في التحرير وتأمين ما تم تحريره عيبا في موقف العاصفة وجهد القادرين على التمام